بسم الله الرحمن الرحيم رسالة شكر وتقدير من عائلة الشعيد آية الله السيد إبراهيم رئيسي إلى شعبي وعلماء ومسؤولي الجمهورية العراق بسم رب الشهداء والصديقين السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا سيد الشهداء السلام عليك يا أبا الفضل العباس السلام عليكما أيها الإمامين الكاظمين السلام عليكما أيها الإمامين العسكريين ورحمة الله وبركاته السلام على المرجعية الرشيدة والعلماء العظام في العراق السلام على المقام الشامخي لشهداء قادة النصر الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المندس السلام على شهداء الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الأبطال وكل شهداء العراق السلام والتحية لكل الأخوة والأخوات العزاء شيعة وسنة عربا وأكرادا تركمانا وشبكا مسيحيين وصابئيين والتحية لعشائر العراق الغيارة ولمقاتل الحشد الذين لا يقهرون وكل القوى الأمنية ولعوائل الشهداء العظام وإلى جميع المضحين ومحبي خط المقاومة والمسؤولين العراقيين العزاء أيها الشعب العراقي العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأيام التي كان من المفترض أن يسافر فيها رئيس جمهورية إيران الإسلامية الشعيد سماحت آيت الله السيد إبراهيم رئيسي إلى العراق لتوطيد وتطوير العلاقات السياسية والثقافية والعلمية والاقتصادية بين البلدين الصديقين الشقيقين واللقاء بها للعراق الطيبين وزيارة المراقد المقدسة للأسف حدث الحادث المؤلم وكان التقدير الإلهي أن يلتقي سيد المحرومين بساحة قدسه عز وجل ويحزن قلب الشعب الإيراني والعراقي والعديد من الأحرار في العالم وتدمع عيونهم رغم أن استشهاد وخسارة هذا المجاهد الدعوب ورفاقه كان مريرا ومؤلما للغاية إلا أن رؤية التضامن والتعاطف من الشعب العراقي النبيل والطيبين وسائر الدول الإسلامية وغير الإسلامية مع القائد والشعب الإيراني المفجوع سهل علينا تحمل هذا الحزن وعمق الصداقة والمحبة بين البلدين أكثر من ذي قبل لذلك ومن أعماق قلبنا نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى كل العزاء الذين شعروا بالحزن والأسى في جميع انحاء جمهورية العراق بعد سماع نبأ حادث تحطم مروحية رئيس جمهورية إيران الإسلامية الشهيد واستشهاد آية الله السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه وفي فراق العالم المجاهد وشهداء الخدمة تجشموا عناء السفر إلى إيران للتعبير عن مواساتهم لأسر الشهداء أو قاموا مجالس الفاتحة والتأبين أو قاموا بتكريم وتخليد ذكرى واسم خادم الرضا عليه السلام في الإعلام وشبكات التواصل والفضاء الافتراضي فشكرا جزيلا لهم كما نعرب عن امتناننا للجهود المبذولة كما نعرب عن امتناننا للجهود المبذولة وإرسال رسالة التعزية من قبل المرجعية العليا سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني حفظه الله وبكلائه ومعتمديه وموثليه الكرام في العتبات المقدسة في كربلاء والنجف وغيرهم من المراجع الإضام والعلماء الأفاضل من الشيعة والسنة في العراق كما نشكر إعلان حكومة العراق الموقرة يوم حداد عام فضلا عن امتناننا لزيارة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس القضاء قضاء ورئيس البرلمان إنابة المحترمون وبعض الوزراء الكرام وبعض نواب مجلس النواب المحترمين والساد قادة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة ورؤساء بعض الأحزاب والمنظمات العراقية السياسية والثقافية والعلمية والاجتماعية لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحضورهم في مراسم عزاء هؤلاء الشهداء ونسأل الله العلي القدير موفور الصحة والتوفيق للمسؤولين المحترمين والشعب العراقي العزيز والنبيل وفي الختام إذ نشكل مرة أخرى أعلان التضامن من الشعب العراقي العزيز نكرر مرة أخرى بعض كلمات خادم الرضا عليه السلام وشهيد الخدمة السيد إبراهيم رئيسي حيث قال مخاطبا الشعب العراقي أيها الشعب العراقي مثلنا ومثلكم أن لحمنا لحمكم ودمنا دمكم إلى يوم القيامة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عائلة الشهيد آية الله سيد إبراهيم رئيسي شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم